إن الحمد لنحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ونسيئة أعمالنا ما يهده إلا وكلام ضل له ومن يضل قلا هذي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين من اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسهم واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين من اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فبعد الإخواني الكرام فما زلنا مع تأملات قرآنية وصورة القصص وصورة القصص والإمام محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي من خلال تفسيره المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العديد ومع الآيات السادسة والسبعون والسامنة والسبعون وهي قول الله عز وجل إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وأتيناه من الكنود ما إن مفاتح أهو لتنوء بالعصبة أذ القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وبتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قابله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعة ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمين يقول كنا قد توقفنا بالأمس عند قول الإمام في شأن قرون قال الإمام القاضي أبو محمد رحمه الله وأكثر المفسرون وأكثر المفسرون في شأن قرون فروي عن خيثمة أنه قال نجد في الإنجيل مكتوبا إن مفاتيح قارون كانت من جلود الإبلي وكان المفتاح من نصف شبر وكانت يعني وقرة ستين بعلا حمل أو بعيرا لكل مفتاح كنز قال القاضي أبو محمد رحمه الله وروي وروي غير هذا مما يقرب منه ذلك كله ضعيف والنظر يشهد بفساد هذا يعني ومن كان الذي يميز بعضها من بعض وما الداعي لهذا وفي الممكن أن ترجع كلها إلى ما يحصى ويقدر على حمله بسهولة وكان يلزم على هذا أن أن تكون مفاتيح 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 بياء وهي قراءة الأعمش وهي قراءة الأعمش والذي يشبه هو إما أن تكون المفاتيح من الحديد ونحوه وعلى هذا تنوء بالعصبة إذا كانت كثيرة لكثرة مخازنه أو تكون المفاتيح الخزائن أي أن تكون المفاتيح يعني الخزائن قال أبو صالح كانت خزائنه تحمل على أربعين بغلا واضح وأما قوله تنوء فمعناه تنهض يعني بتحامل ومن ذلك قوله قول الشاعر يصف راميا حتى إذا ملتأمت مفاصله وناء في شق الشمال كاهله والوجه أن يقال إن العصبة يعني تنوء بالمفاتيح المثقلة لها وكذلك قال كثير من المتأولين إن المراد هذا لكنه قلب كما تفعل العرب كثيرا فمن ذلك قول الشاعر فديت فديت بنفسه فديت بنفسه نفسي وما وما ألوك إلا ما أطيق فديت بنفسه نفسي وما لي وما ألوك إلا ما أطيق فديت بنفسه نفسي وما لي وما ألوك إلا ما أطيق وقول الآخر إخواني الكرام وتركب خيلا لا هوادة بينها وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر واضح وهذا البيت لا حجة فيه إذ يتجه على وجهه فتأمله ومن ذلك قول الآخر ما كنت في الحرب العواني مغمرا إذا شب حر وقودها أجذالها وقال سبويه والخيل التقدير لا تنيئ العصبة فجعل بدل ذلك تعادية الفعل بحرف الجري كما تقول ناء الحمل وأنأته واضح ونوئت به بمعنى جعلته ينوء والعرب والعرب تقول ناء الحمل بالبعير إذا أثقله ناء الحمل بالبعير إذا أثقله يعني واضح إخواني قال القاضي أبو محمد رحمه الله ويحتمل يعني واضح يعني ويحتمل إخواني ويحتمل أن يسند تنوء إلى المفاتيح مجازا لأنها تنهض بتحامل بتحامل إذا فعل ذلك الذي ينهض بها وهذا مضطرد في قولهم ناء الحمل بالبعير ونحوه فتأمله يعني واضح واختلف إخواني الكرام الناس في العصبات كم هي واضح فقال ابن عباس رضي الله عنه عنهما ثلاثة وقال قتاد العصبة من العشرة إلى الأربعين قال مجاهد خمسة عشر وقيل أحد عشر حملا على إخوة يوسف وقيل أربعون وقال يعني بديل بن ميسرة لا ينوء بالياء يعني لا ينوء بالياء وجه ووجه أبو الفتح على أنه يقرأ مفاتحه جمعا وذكر أبو عمر الداني أن بديل أن بديل ابن ميسرة قرأ ما إن مفاتحه على الإفراد ما إن مفتاحه على الإفراد فيستغنى على توجيه أبو الفتح يعني قوله تعالى إذ قال له قومه إذ قال إذ قال له إذ قال له قومه إذ قال إذ قال له قومه لا تفرح إذ قال له قومه متعلق بقوله بقوله فبغى ونهوه عن الفرح المطغي الذي هو انهماك انهماك وانحلال نفس وأشر وإعجاب وقومه وقوله تعالى لا يحب يعني لا يحب يعني واضح لا تفرح إن الله لا يحب في هذا الموضع صفة فعل لأنه أمر قد وقع فمحال أن يرجع أن يرجع إلى الإرادة وإنما هو لا يظهر عليهم بركته ولا يهب ولا يهبهم رحمته ثم وصوه بأن يطلب بماله رضا الله وآخرته وقوله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا ولا تنس نصيبك من الدنيا اختلف المتأولون فيه اختلف المتأولون فيه فقال ابن عباس رضي الله عنهما والجمهور يعني معناه لا تضيع عمرك في ألا تعمل يعني عمل عملا صالحا في دنياك يعني ولا تنس نصيبك من الدنيا يعني اختلف المتأولون فيه فقال ابن عباس رضي الله عنهما والجمهور معناه لا تضيع عمرك في ألا تعمل عملا صالحا في دنياك إذ الآخرة إنما يعمل لها في الدنيا فنصيب الإنسان عمره وعمله يعني الصالح فينبغي ألا تهمله قال قال القاضي أبو محمد رحمه الله رحمه الله قال القاضي أبو محمد رحمه الله فالكلام كله على هذا التأويل يعني الكلام كله على هذا التأويل يعني شدة في الموعظة شدة في الموعظة شدة في الموعظة وقال الحسن وقتاده معناه ولا تضيع حظك أيضا من دنياك في تمتعك بالحلال وطلبك إياه ونظرك إلى عاقبة دنياك يعني قال القاضي أبو محمد رحمه الله فالكلام قاضي أبو محمد رحمه الله فالكلام على هذا التأويل هو في الرفق به واضح وإصلاح الأمر الذي يشتهيه وهذا مما يجب استعماله مع الموعوض خشية يعني النبوة من الشدة يعني وقال الحسن معناه قدم الفضل وأمسك ما تبلغ به وقال مالك هو الأكل والشرب والشرب بلا سرف وحكى الثعلبي أنه قيل أراد بنصيبه الكفن يعني قال القاضي يعني أبو محمد يعني رحمه الله وهذا وعظ متصل كأنهم قالوا لا تنسى أنك تترك جميع مالك إلا نصيبك الذي هو الكفن لا تنسى أنك تترك جميع مالك إلا نصيبك الذي هو الكفن يعني ونحو هذا قال الشاعر يعني نصيبك مما تجمع الدهر كله ردآني يعني تلوى فيهما وحنوط نصيبك مما تجمع الدهر كله ردآني تلوى فيهما وحنوط والله إخواني وقوله وأحسن كما أحسن الله إليك وأحسن كما أحسن الله إليك يعني أمر بصرة المساكين ودوي الحاجة وباقي الآية بين كما يقول أي إن الله لا يحب المفسدين البين يعني واضح إخواني بين ثم ننتقل إلى الآية التي تليها وهي الثامنة والسبعون قال إنما أوتيته على علم عندي قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله يعني قد أهلك من قابله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمع ولا يسأل عن دنوبهم المجرمون واضح ولا يسأل عن دنوبهم المجرمون فيقول الإمام أبو محمد يعني القائل هو قارون يعني لما وعظه قومه يا إخواني وندبوه إلى اتقاء الله تعالى في المال الذي في اتقاء الله تعالى في المال الذي أعطاه يعني تفضلا منه عليه أخذته العزة أخذته العزة بالإثم ويعني فأعجب بنفسه أخذته العزة بالإثم فأعجب بنفسه وقال لهم على يعني جهات الرد عليهم والروغان عما ألزموه فيه إنما أتيته على علم عندي ولكلامه في هذا وجهاء يحملهما وبكل واحد منهما قالت فرقة من المفسرين فقال الجمهور الجمهور منهم إنه ادعى أن عنده علم استوجب به أن يكون ذلك النعيم له وكذلك المال ثم اختلفوا في العلم الذي أشار إليه ما هو فقال بعضهم علم التوراة وحفظها وقالوا وكانت وكانت هذه مغالطة مغالطة ورياء وقال أبو سليمان الداراني أراد يعني العلم بالتجارات ووجوه تمييز المال فكأنه قال أوتيته بإدراكي يعني وبسعي وقال ابن المسيب ابن المسيب أراد علم الكيمياء وقال ابن زيد وغيره إنما أراد يعني أوتيته على علم من الله تعالى وتخصيص من لدنه فقصدني به فلا يلزم فلا يلزمني فيه شيء مما قلتم ثم جعل قوله عندي كما يعني تقول في معتقدي وعلى ما أراه يعني وقال القاضي أبو محمد يعني رحمه الله وعلى كلا الاحتمالين يعني وعلى كلا وعلى كلا الاحتمالين وعلى كلا الاحتمالين وعلى كلا الاحتمالين وضعي إخواني معا فقد نبه القرآن على خطأه في اعترار في اغتراره وعارض وعارض منزع منزعه بأن من معلومات الناس المتحققة عندهم أن الله تعالى يعني أن الله تعالى قد أهلك أن الله تعالى قد أهلك من الأمم والقرون والملوك يعني من هو أشد من قرون قوة وأكثر جمعا إما للمال أو للحاشية وقوله أولم يعلم وقوله تعالى أولم يعلم يرجح أن قرون تشبع بعلم نفسه على زعمه وقوله وقوله تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون وضع إخواني قال قال محمد ابن كعب هو كلام متصل يعني بمعنى هو كلام متصل بمعنى ما قبله والضمير في ذنوبهم عائد على من أهلك من القرون أي أهلك ولم يسأل غيرهم بعدهم عن ذنوبهم أي كل أحد إنما يسأل ويعاقب بحسب ما يخصه وقالت فرقة هو إخبار مستأنف عن حالهم يوم القيامة معناه إن المجرمين لا يسألون عن ذنوبهم أي أن الملائكة يعني لا تسأل عن ذنوبهم وإن لأنهم يعرفونها بسيماهم من السوادي والتشويه ونحو ذلك ونحو ذلك إخواني الكرام ونحو ذلك قوله تبارغ تعالى يعرف المجرمون بسيماهم وضح يعني وقال القاضي أمم محمد وفي آيات الله يما يقتضي أن الناس يوم القيامة يسألون كقوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون وغير ذلك وفي آيات تقتضي أنه أنه لا يسأل أحد كقوله تعالى في أهومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان وغير ذلك ويمكن أن تكون الآيات التي توجي بالسؤال إنما يرد بها أسئلة التوبيخ والتقرير والذي ينفيه يعني يراد به أسئلة الاستفهام على وجه الحاجة إلى علم ذلك من المسؤولين أي إن ذلك لا يقع لأن العلم بهم محيط وسؤال التوبيخ غير مؤتد به غير مؤتد غير مؤتد به نسأل الله السلامة نسأل الله السلامة نسأل الله السلامة اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق اللهم منزل الكتاب ومجر السحاب وهادم الأحزاب اهزمهم وانصرنا اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم كل إخواننا المصدعفين في غزة اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربت على قلوبهم اللهم فرج همهم ونفث كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء وتقبل موتاهم في الشهداء اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم اللهم أبدل خوفهم أمنا وارزقهم الأمنا والأمان في ديارهم اللهم محق اندماءهم اللهم اجد وطأتك على اليهود الصاينة المجرمين شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم واجعل الدائرة تدور عليهم واجعل الدائرة تدور عليهم اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين اللهم املأ قبورهم وبيوتهم نارا اللهم املأ قبورهم وبيوتهم نارا اللهم اجد اللهم انهم قد عثوا في الأرض الفساد فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض فأنزل بهم بأسكا الذي لا يرد عن القوم المجرمين أنزل عليهم صاعقة من السماء اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم عبرة وآية ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين اللهم ممدد إخوانان المجاهدين في فلسطين بمدد من عندك اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل موتاهم في الشهداء يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجداكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته